نبدأ دلوقتي معنا الاختبار بتاع البروتكشن فانكشنز فخلينا نبتدي الاول مثلا بالوفر كرانت بروتكشن طيب انا هاجي هنا اروح لفانكشن جروب بتاعي طب انا ازاي اصلا الفانكشن جروب عندي ده كان موجود نفترض ان انت اصلا ما عندكش اي فانكشن جروب خلاص يعني افترض مسلا قدي الفانكشن جروب ده هنعمل له ديليت ما عندكش اي بروتكشن فانكشن لسه متضافة في الرلاي طب انا هعمل ايه بروح هنا في كلمة بفتح كلمة وافتح عندي بتاعتي اروح على واروح ادور على بتاع الرلاي بتاعي اللي هو سيبن اس جي اتنين وتمانين ثم بعد كده اروح ادور على واسحب الجروب ده احطه هنا على كلمة ايه سيتنج تمام ادي كده الجروب بتاعي ايه الجروب بتاعي موجود جوة جوة كلمة ايه جوة كلمة سيتنج زي ما حدك شايف تمام كده طيب هو وقال لك هنا هنا في ارور ليه لان انا كنت مسحت حاجة ورجعت حطيت حاجة تاني فيش مشكلة هنشوف ارور ده طيب انا هسمي دي فيدر انا هسمي الجروب براحتي فيدر بروتكشن طيب الفيدر بروتكشن ده لما تيجي تفتحه هتلاقي مش جوة اي بروتكشن فانكشن فالطبيعي ان انت بتعمل ايه بتروح عندك هنا تشوف الفانكشن اللي موجودة عندك انا مسلا عايز اوفر كارنت بروتكشن فهعمل ايه اروح افتح هنا الاوفر كارنت بروتكشن ادي كلمة كارنت بروتكشن واروح ادور على الاوفر كارنت الاوفر كارنت ده فيه منها بيزيك وفيه منها ادفانسد انا هفتح مثلا البيزيك جوة البيزيك هسحب عندي هنا الاوفر كارنت واحطاها جوة كلمة فيدر بروتكشن بقى عندي كده اوفر كارنت ايه اوفر كارنت بروتكشن طيب تعالا نشوف الايرور اللي ظهر فوق ده ظهر ليه اهو لانه هو كان عنده كان مبرمج على أساس أنه كان فيه فانكشن جروب موجودة فكان مبرمجة معها دلوقتي أنت نزلت فانكشن جروب جديدة فلازم تعمل أصين للطيار والجهد صح كده فتيجي تقوله هنا أصين هنا الطيار مع الفيدر بروتيكشن وبرضو الجهد مع الفيدر بروتيكشن فشل من عندك الإيرو طيب نرجع تاني في الفيدر بروتيكشن أروح أفتح الفانكشن جروب ده يجي يقول لي جنرال الريتد كارنت بتاعك كام أقول له ألف الريتد فولتش كام 13 و 12 كيلو فولت ديك هتفرق معي لو أنا كنت شغال بالبرسينت فاليو أو السيتنج بتاعتي بالبرسينت فاليو اللي زي ما تكلمنا عليها من شوية تمام كده حلوة طيب خلصت آه تمام هتعمل إيه بعد كده هروح أفتح الوفر كارنت بروتيكشن باي ديفولت هو منزل لك كل الستيجي الموجودة عندك طيب نفترض أنه ولا استيجي موجودة عندك أي ستيج أنت اللي بتكريت كل الفونكشن من A to Z فأنا هيجي أقول له هنا add new stage هيجي أقول لك عندك definite وعندك إيه inverse أنت عايز إيه هاجي أقول له مثلا عايز definite يقول لي أوكي وهاجي أقول له add new stage يقول لي عايز definite ولا عايز inverse هاجي أقول له عايز مثلا واحدة يبقى أنا نزلت واحدة definite واحدة إيه هيجي الفونكشن on ولا off ولا عايز تختب الفونكشن دي تستمود لا أنا عايزة on operate and default recorder blocked طيب هنا أنا كتب لك الكلام ده هتلاقيه لما تروح عندك على أي protection function خلينا نروح هنا زي ما أتاكي المعلومة بتاعت هتلاقيها برضو في الشرح اللي هو الشرح النظر الموجود على الويب سايت هتلاقي أقول لك هنا أن أنت عندك rate of voltage or rate of current أجي أقول لك دول يوم علاقة إيه أو مربوطين لو current values are set in percentages فمهم جدا تحط الكلام دي بشكل إيه بشكل صحيح طول ما أنت بتحطها بالsecondary خلاص حتى لو حطت دول غلط ما فيش حاجة تتأثر إيه فيش حاجة تتأثر عندك خلاص كده طيب نيجي نبص هنا add the setting بتاعت يعني إيه operate and default recorder blocked قال لك والله لو أنت عملت option ده معناه أن over current pickup if the over current pickup is initiated يعني over current حصل لها pickup it will generate and operate indication يعني هتطلع لك عندك operate اللي هو trip يعني after time delay ده الطبيعي حصل لها بيكب بعد time delay هتطلع لك trip وسيمينز بتركوميند إن انت تستخدم ده لتزيبه by default نو ده typical application زي فيهم كلهم لو عملتها يسمعناها إيه معناها من اسمها operate and fault recorder blocked يعني أنت بتعمل block على operation بتاع function وعلى فده معناه أن over current backup does not generate مش هتطلع لك operate indication اللي هو يقصد بيك trip indication والoperate indication is not included in the formation of the group indication of the function يعني الover current والإرسفولت والحاجات دي كلها هي sub function جوه function group اللي اسمها feeder protection ناسا متها دلوقتي فهي داخليا طالما ما ما طلعتش trip command فهي مش هتطلع trip للجنرال اللي موجود بتاع function group هنفهم معناها إيه دلوقتي وكمان filter recorder is not started automatic إيه مش هتشتغل معها automatic إذا كنت عامل إن filter recorder يشتغل مع إيه مع trip فالطبيعي إن أنا هسيبها إيه هسيبها no طيب method of measurement هل يطر إنت عايز تعتمد على fundamental component فقط ولا عايز RMS الفرق بين الاتنين إن fundamental component بيعتمد على fundamental frequency RMS include جوه ال wave كلها اللي هي fundamental component بالإضافة للهارمونيكس بالإضافة للDC components فلو إنت عندك أحمال والأحمال دي إنت عارف إن هي بتسوب عندك مجموعة من الهارمونيكس وإنت عايز تحط مينفعش تختارها RMS ليه لنساعتها هو بيشتغل على الموجة كاملة اللي فيها هارمونيكس وDC وبتاعها وبالتالي ممكن طول الوقت يطرب بالخطة تمام كده فأنا أختارها إيه fundamental component طيب يجي اختار لك هنا threshold بتاعك قد إيه 1.5 أمبير ولا 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 كان بزبط تقول 1.5 أمبير الoperate delay time قد إيه 0.3 خلاص هنشوفها مع بعض إمتى fundamental هنشوف لما نحن fundamental وحقلك مع هارمونيكس أو RMS وحقلك مع هارمونيكس ونشوف التأثير هي بشكل عامل إزاي طيب والإنفرس هاختارها برضو on تمام كده الoperate الفاليو بتاعتك قد إيه والله الفاليو مثلا بتاعتي 0.6 أمبير مثلا نوع الكيرف إيه normal هل أنت عايز الريسيت بتاعك يكون إيه يكون مش مش لفكرة وأن هو الفكرة كلها عايز يقولك أنه هو ياخد طايم في الريسيت يعني طايم في الريسيت زي هو حصله في الريسيت وهو في الطريق حصل فالريسيت فالريسيت برضو بيرجع بالعزم بتاعه وبالتالي لو حصل بيكب في وسط المشوار تاني هيكمل من مطرح ما وقف مش هيكمل من السيف مش هيبتدي عيد زي ما من أول وجديد فهو ده اللي هو عايز يقوله لك إحنا في الريسيت بنستخدمها دايما إيه instantaneous يعني جاست ان البيكب راح وحصل بيكب تاني هبتدي عيد من أول وجديد مرة تانية والطايم ده ده السيتنج أو الطايم ملتبلاير بتاعي مثلا وكده أنا حطيت بتاعة الفونكشن عايز أعمل لها اعمل إيه أروح ل الانفورميشن روتينج نركز معا مع بعض أنا هنا محتاج أبرمج مجموعة من اللدات عشان أختبر كالدات أشوفها كبيكب عشان أحسب البيكب ودروب أوف وعايز أعمل باينر أوبط عشان أحسب به الطايم ديلي عندي بتاع الرلي فبكل بساطة أروح أفتح فين الفيدر بورتيكشن بتاعي جوه الفيدر بورتيكشن هلاقي نركز بقى في حاجة جوه الفيدر بورتيكشن ده انت كنت ممكن تضيف وأندر فولتش وإرس فولت ومجموعة فهنلاقي إن كلمة الفيدر بورتيكشن لما انت فتحتها في حاجة اسمها جروب إنديكيشن جوه جروب إنديكيشن دي في بيكب وتريب البيكب ده هو المقصود به هنا البيكب لأي فونكشن هتحصل موجودة جوه الفيدر بورتيكشن لها بكب هتنعكس على الجنرال بيكب ده أو الجروب إنديكيشن بيكب ده أو الجروب إينديكيشن أوبريت ده فدي أول حاجة ممكن تبرمج عن طريقها الحاجة التانية ان انت عندك قادي الأوفر كار governed بتاعك في حاجة اسمها جروب إينديكيشن ليه جروب إينديكيشن عشان الجروب إينديكيشن ده يحمل تحتي كلها فلو انت برمجت هنا مع البيكب أو الترب اللي تحت كلمة اللي تحت كلمة فده معناه ان سواء الديفنت او الانفرس حصل فيهم بيكب او او بريت السيجنالز اللي هنا دي هتشتغل. لو انت عايز بقى تبرمج او اوبوت مع الستيج نفسها اه يبقى انا هنا كده هروح افتح الاتنين ايه? انا مش محتاج امبوت في حاجة فشيل الامبوت بالنسبة لي اعمله منيمايز واجي للأوبوت والل ادي. امسح انا هنا عندي اي حاجة انا كنت اعملها. خلاص هيعمل هو دلوقتي دليت. طيب دلوقتي انا مش هبرمج عن طريق جروب انديكيشن انا هروح اعمل ايه? افتح كل منهم ادي الستيج بتاعت الديفنت وادي الستيج بتاعت الانفرس. اروح بتاعت الديفنت افتح عندي البيكب بتاعي وافتح عندي هنا برضو البيكب بتاعي. اروح تحت ال BD اجي هنا انا عايز البيكب بتاع فيزا ايه. هنا كده اهو. وبايكب فيزا بي. وبايكوب فيزا سي. واجي تحت هنا. انا عايز قادي البايكب بتاع فيزة ايه والبايكب بتاع فيزة بي والبايكب بتاع فيزة سي بتوع الانفرس تايم. وبعد كده هستخدم اوبوت كوانتاكت واحد كجينارت ريب. فكي جينرت ريب بيبي بروح له الجروب وفي الجروب انديكيشن افتح كلمة وبريت. وهروح على البيناري اوبوت اللي انا مستخدمه. واعمله ايه? هنا او هنا. فده يشغل سواء مع ديفنت سواء مع مين مع الامرس كاركتريستيكس جميل كده حلو كده انت خلصت المفروض بعد كده ان انت بتعمل ايه هتبعت على البروتكشن ريلي هتقوله ايه هتبعت على الامرس كاركتريستيكس